طيف فريد على قناة انفاس بريس وفن المتكامل مسرحي تلفزيوني وسينمائي ووسي عبدالله شيشة مرحبا بك الى انفاس بريس اه شكرا انت سي فريد وانت اللي فريد نيت من نوعك اه كنشكر اه قناة انفاس بريس على الاستضافة وكنشكرك انتانيت على الاستضافة لك شكرا لك بولي يا سي عبدالله فين كتلقى راحتك واشف المسرح تلفزيون ولي السينيين واش غنقول لك احنا في هذه الحياة الدنيا ما غررتها وتنمشي والاخير عند الله وصحبك اه هي حقيقة الراحة ذيالي كلقاها في المسرح اكتر على خشبة المسرح يعني التقوص كامل المسرح هي يعني من تداريب من الكرياسيون حتى العرض المسرحي اللقاء مع الجمهور وما الى ذلك يعني كنشوف راسي اكتر في المسرح وكنشي ما يمنعش حتى التليبيزيون والسليماتهم وكي استهويوا مني وكي اعطوا واحد نفس اخر كنشي اعمال مسرحي جديد ان شاء الله الاعمال المسرحية لهذه السنة اه يعني بالمقارنة مع السنة الماضية يعني اقل اقل حدة يعني انا كنشوف راسي دائما اني اه كنشتغل الى عدة اعمال بالتوازي انتي مسرح للكبار ومسرح للطفل هادي العام ان شاء الله قدمنا عروض للطفل لانه دائما كنقول خاص الطفل يكون عنده نصيب من المسرح الاحترافي يعني نقدموا عروض للاطفال باش لاطفال تهم يشوفوا المسرح في المسرح انا كن اضروش على المسرح الطفل لانيماسيون زينا اللي كاتت جي كتنشطهم شوية دي لما جي شوية دي لكلون شو مسرحيات اه يعني اه كاتبينها كتاب متمييزين ومتخصصين وكيكون فيها اه واحد الابهار واحد اه الفكرة تصل الى الطفل وكنعيش وتحنا نيت ذاك الطفل اللي فينا كنعيشوه مع ذاك الاطفال اما بالنسبة لمسرح الكبار اه كين مسرحية اللي كنوجدوها ان شاء الله مع فرقة ولد الشعب اه للفنان اه محمد قبلي مع مجموعة من الفنانين اه مستدى النزها بادر وكذلك اه لهدي اه اللوقي وسناء التازي هذه المسرحية كنحاول ان نوجدوها ان شاء الله من الشهر الجاي وكنتمنى انها تنيل اعجاب الجمهور وكنشنو كبالك يعني شو حدين دي لاني خرجوا من المواقع تواصل ايشي مع اي دبا يعني ولو نوجوم يعني بالسينما في تليفزيون واش عبدالله شي شوش ضد هاد الممتلين هدو يعني لكنت من ممتلين اشباح شوف كل واحد عنده رأي فهذا المسألة انا الرأي ديالي اللي يجامر حبابي امتي جام من السوشال ميديا ولا جام من المعهد ولا جام من المصرح الجامعي ولا جام من مصرح الهوات ولا منظر الشباب ولا ولا درب مجموعين المهم كانوا واحد الحاجة كانوا واحد الهاجس اللي كيدفع هذا الانسان انه يبغي يدير واحد اه الحاجة اتيران فن فهن بغي يدير الفن فمتي اه واحد عنده قناة او عنده مثلا صفحة سيبا انستغرام ولا سميتو كي يتبعوه الناس انسي دو سويت اه كيدير واحد الحاجة اعرف كي يسموه لزينفليونسور كي يقول لك لزينفليونسور واحد مثلا كي يجمع مليون مؤثيرين مؤثيرين داكور مؤثيرين هو الطموح دياله انه باش يكون ممثل ماشي مشكل مزيان حيث هاد هاد الظاهرة ديال انه انفليونسور بكري كي باش كانت كان اسميتو المخرجين والمنتجين ونجوم نيت ديال السينما وديال المصرح كي مشي كي يقلب كي يشوف راقصة مغني رياضي باش كي يدخلوه كي يقدر يقدر يقولي فنان انا اعطيه المثال ديال نور شيريف نور شيريف كيلعب كورة عدم كوايري كان كوايري كان لعب زمال قا ولكن عنده واحد الحاجة كتشفوه جاهوه القراس ومشى الواحد اللي تيجا اخر ولا كي ولا ممتيل فنان نجم انسي ديالسويته دونك هنا ما كنقولوش لا ماشي من حق مغاد تاد خياتنا عدار قانات عدار صفحة ولو كي يجيبوه ولو كي يبان في التلفازة قواع انشوفوا لك انتنويتين عوني سبار فيا انا كنتمنى انه مثلا هاد شباب والشابات ليجا وشتغلوا مثلا في الاعمال التلفزيونية وبانوا في الدرامات التلفازية وبانوا في افلام سينمائية كنتمنى لهم التوفيق وزيتوا لقدام نمدي وشتغلوا نقول لك لو انا ما نشاو انا بوحدي يا كده سيرسان نقدر نديرها ولكن ما ما عنديش دابا ما عنديش خاطري يعني حتى باش تطلع سيرسان بوحدك وتقدم واحد العرض بو كان اللي كي يقول مسرح الممثل واحد كي يقول ستاند اف كي يقول المونولوج عندي عندي الفكرة ديالي انا باش غادي نطلع اه بحل شكل ديال مثلا المونو دراما يعني نطلع خصين ندير مسراحية ونكون فيها ممثل مشي ان كوميك نز متلا ميكرو لندير ميكرو كاس كذا ونبدأ يعني الادوار شخصيات نقدم شخصيات نقدم يا اما شخصية وحدة ولكن كتمشي بالجمهور تمشي بيه تسافر بهم من خلال تشخيص ومن خلال السرد وما الى ذلك وضحكهم تبكيهم تسكتهم انسي دي سويسة انا احنا علاج داما متلا اشنا هو الحاجة اللي كنقدموها للناس كنقدموا ليهم احاسيس كين واحد حكاية او قصة رسيبة مكتوبة كنخرجوها كان نلبسوها حنايا وكنعطيوها الاحاسيس ديالنا ونعطيو الاحاسيس للجمهور باش تهو يرضينا ذاك الاحاسيس شوفو السعبدالله شي 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 يعني رمضان على الابواب اختفاظه ولا شي عامل سينيما ايه او ديش غادي نقول لك السفارية واش او عاما بنت لا في رجب لا في شعبان لا في رمضان لا في شورة كامية او حاليا ما عيط لي احد ما عشاني احد باش اه سميتون شارك زي ما في شي عمل درامي تليفزيوني اللي يكونوا خاصة كيكونوا بزاف شهر رمضان اه على ديرنير مينيت ما عرفتش ولكن مشكيتش فمدي لا رمضان ليفات لا رمضان ليفات لا رمضان ليفات كان تقدم لنا دار ديفيزا واحد المسلسل كنت شاركت فيه ولكن هذا المسلسل كنت صور الفين واحد وعشرين وتقدم في رمضان اه ثلاثة وعشرين على شكل اه حلقات اسبوعية اه المدة دي لكل حلقة اوين وكمسين دقيقة السك وغنيمة تكي اخر مشاركة اللي كنت شاركت فيها في سلسلة درامية رسالة السي عبدالله الشيشة الناس يعني اللي مكلفين بشؤون التقافية الفينية فهم غريبة اه اه عارف شوش تيليجرام ولا رسالة ولا اساميس ولا فهمتي ولا ميساج واطشا واش غادي نقول لك را دي بحل غادي نصيفت ليهم بوكال دي با فهمتي اوديو ايه بوكال ايه ميساج بوكال مهم يوصل ليه موصر اه كنت من الضفرة جهود ما بين المسؤولين على الشأن الفني يعني في على مستوى وزارة التقافة او وزارة التاخلية وكذلك على مستوى التليفزيون على تالأولى والتانية وعنش لا تم دي اه تيدخل فضل الهيطة دا فمتي باش نطورو نزيدو قدام وندرو واحدة تخلاطة عجيبة ما بين السابقين واللاحقين ولجا مرحبا بيه فمتي احنا ماشي ضد انه مثلا كي يقول لك بانه اه في تليفزيون سي لسبانسور كي دي سيد سي لسبانسور هو اللي سبانسور هو اللي كي تحكم فهد المسائل لفهد المسائل تولي فاترة كتعطي مثل اسميتو كتقدر نتايا لبرودوي لسبانسور كتقدر تعطيه دي زي دي بلوس فمتي في كونو الناس اه الرواد ولي جوا المخضر عمين بحلما انا مخضرم فمتي انا وانوار المخضر عمين فمتي اه اه كتل عبا اي بوز دي بلنا مخضر عمين علاش لنا جينا ما بين جيل الرواد عشنا معاهم وتعيشنا معاهم واشتغلنا معاهم اشتغلنا معاهم دونك فاش كتكون هالتوريفة هذي اه كنتعلموا احنا تعلموا منهم هما يتعلموا منه وكنتمنى بان المسؤولين عن الشأن الفني عموما في التليفزيون او في المسرح انهم نزيدوا واحد شوية دي نزيدوا واحد شوية بالمجهود وهم يخليوناش معلقين تحياتي وشرفتيني على انفاس بريس مرحبا سي فاريد ومرحبا بانفاس بريس ومرحبا بالجمهور ديالكم تحياتي